كاسل رابطة أدى بشكل جيد وشارك في مباراة في كاسل عالم للأندية ياسر برضو شارك في مباراة في كاسل رابطة فالتنين وعاديين لعبة بروميسين جداً جداً لمستقبل نادي الأهلي فأمير توفيق مدير إدارة التعاقدات والتصويق بالنادي الأهلي أعلن إعارة سنائي الفريق لنادي تيبليتسا التشيكي لمدة نوسمين ونص ويحق للنادي الأهلي بعد الموسم الأول يأتي على الأعارة في حالة احتياج الأهلي لللاعبين أو للاعب واحد فيهم هذا ضمن بنود العقد وده طبعاً وفق الاستراتيجية التي ماشي بها النادي الأهلي بالتنصيق الكامل مع كابتن محمود الخطيب الرئيسي النادي ومافقة لجنة تخطيط الكرة وكابتن خايد بيبو مدير كتاع الناشئين وده المنح فرصة أكبر لعدد أكبر من شباب الأهلي لإحتراف الدورات الأوروبية وبصراحة خطوة مهمة جداً ومميزة من نادي الأهلي احنا عارفين الأهلي يسبق في كل شيء يعني الأهلي بيستغل علاقاته المميزة مع الأندية في أوروبا بداية بأندية الدوري للشيكو شوفنا تجربة قبل كده الأحمد عبدالقادر راحوا لعب هناك فترة ورجع على النادي الأهلي وطلق عرى لسموحها وشوفنا أحمد عبدالقادر عمل إزاي دلوقتي ما شاء الله عليه لعيب جامد جداً فالتنين بإذن الله حيمشوا على نفس النهج ممكن بالمناسبة يتم تسويقهم بشكل أو بآخر في إحدى الدوريات الأوروبية فبرضو ده حيعود بالنفع على النادي الأهلي وده أمر مؤكد فده سياسة بتتبع في النادي الأهلي مؤخراً وبقالها فترة في الحقيقة بشكل كويس بتنصيق مميز وعايزة حي فيها بالتحديد لأننا مثلاً ناس مركزة مع أمير توفيق شوية في حتة التعاقدات للصفقات هنجيب مين كلام من ده الناس مش مركزة أو مش واخدة بالها أن أمير توفيق مدير إدارة التسويق في النادي الأهلي كمان بيقدر إزاي يسوأ الجوانب كتير جداً تتعلق بالنادي أولاً وجوانب كتير جداً تتعلق بكرة القدم تحديداً فبينجح في الحاجات دي بصراحة فماشاء الله عليه شيء جيد